اشتركوا في القناة الطيف حموشي نقل المؤسسة الامنية التي يديرها سواء تعلاق الامر بالمدير العام للامن الوطني او المدير العام لمراقبة التراب الوطني طفرة كبيرة الى الامام او استراتيجية الاشتغال وكفاءة المنتصبين اليها او طرق الاشتغال والقواعد القانونية المنظمة لاشتغال هذه المؤسسات خصوصا وان مجال عملها حساس جدا يتطلب التوفيق بين ضرورة استباب الامن واجبارية عدم المساس بحقوق المواطنين وهي معادلة صعبة استطاعت المؤسسة الامنية تحقيقها بفضل كفاءة وهنية مديرها وتكريسا لمبدأ احترام حقوق الانسان في العمل الشرطي فقدرت السيد عبدالطيف حموشي جعل هذا الحقل جزءا اساسيا في سياسة تكوين الشرطيين المتدربين حتى يتشبعوا بها وفي هذا الاطار ابرمت المدير العام للامن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الانسان في شهر شتنبر 2022 اتفاقية اطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الانسان في الوظيفة الامنية بغرض تقوية التعاون في مختلف مجال التدريب مستوياته الاساسية والمستمر والتخصصية وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال اعمال حقوق الانسان وحمايتها كما تستهدف هذه الشراكة تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الانسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي واجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظف الامن الوطني المكلفين بانفاذ القوانين وذلك لدعم اسناد الجهود التي تبذلها المؤسسة الامنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تسند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء